السلام عليكم خوتي ومرحبا بكم فيديو جديد وموضوع جديد بالنسبة للفيديو اليوم ان شاء الله هنتك المفاعلة مباراة مساعدة في العلاج والنقل والاسعاف والناس اللي كتساعدة بالشفاوي غادي نعطوها واحد موسيبه وها ان شاء الله في هذا الفيديو هذا الوقت غادي نقولوليها بعض النصائح اللي ممكن انكم تنفعتهم بالشفاوي من خلال بزاف دي التجربة الناس اللي اسمعنا ومفاد الكل كور هذا وكما شفتو رأى الناس اللي متبعاني انا ومتبع الفيديوهات دي رأني حطى بزال فيديوهات على الشفاوي دي المباراة دي وعطيتكم تجربة دي الناس حطيتها لكم هاك هاك يعني هما كي هدروا بلسانهم غير انا اللي بلغت الرسالة ديالهم كيفش انا مدوزوا الشفاوي دي هاد المباراة دي والنس ان شاء الله نحط عليكم صندق الوصف جميل فيديوهات اللي كتهدار على تجاريب السابقة للناس باش تستفدوها كل حاجة الخطوة نوصيكم عليها وانكم تنساو مرحلة الكتابي هي اول خطوة تقدروا تديروها في حياتكم او في هذه المباراة هذه اللي اخذكم تديروها في حياتكم دايما فما نخرج من شي متيحان قصنا نساوه سوى دوزنا خايب او لمزيان نخرج من تفكرون حلموا به في الليل سافي كنخرج من المتيحان ذاك له اوراق ديالهم ممكن نغبروه مرة وانكم اخوة اصر رجوع كن اللي كي قا يجيز داروية مرد ويشوف شو نكتب اوراق الواساخ وش هذك الشي صحيح اللي كتبوه وبيديا في القروبات انا رأينا لقيت عدية تسعود وربعين سوء صحيح اش حال اخوة تقدر مثلا نجيب في النقطة ونجاح ندوز هذه رسمية مباراة ممتحة تشعر في رفاق ما بين مباراة وامتيحة مباراة تتلعب على واحد جزئية تقدر مثلا انت متى جايب تسعود وربعين نقطة والاخر جايب مثلا خمسين نقطة او اللي عيدوز مشي معناتها رأي تسعود وربعين رأي ناجح هذا الشي اللي كاينا نخد فا اذا كتنساو مرحلة ديال الكتابي وكذلك كنا اللي كمشي اوساني للمجموعة او كمشي شي قانات في اليوتيوب وكيوكي يشوف لك تصحيح ديالو مثلا يقول لك اه كوشي عندي خاطئ باش رايش عندي خاطئ رأي مشي معناتها اي واحد دلك شي فيديو مني انا واجبت انا بيدر عمت مجموعة من الفيديوهات صحيحات سابقة الامتحانات السابقة لها المباراة هادي واش معناتهم انهم كان ينصحها عندي رأي انا كان عمل مقترح وهاتك الشخص كان عمل مقترح فهو يشكر عليه فقط يعني كان ناخده كنموذج باش احنا كنستعنو به الامتحان كتابي هذا هو الهدف ديالي كان اللي كنت كنحط ليكم مثلا هذو كل التصحيحات هو كنحطهم فقط كمقترح باش انتم كان تشوفوا النموذج بكتخدموا عليه اه اوه قدار يكون عندكم كنم جواب صحيح قدار يكون عندي ان اللي صحيح اه والي كان الصحيح الصحيح والي كتكون عند اللجنة اللي مكلفة بعتاد المصدح في الصحيح ديال الكتاب اللي كيكون عندهم هما اصلا جدوان ديال الصحيح هذا كوال اللي انا قدرون نعتبروه انه صحيح مئة في المئة ونضغط فقط غير مستقبل ونساعد المرحلة هذه وتركز على ما هو قادم كتاب الشفاوي أفوال مرحلة الشفاوي يجب أن تركز على نفسيا ومعنويا وتكون غالبا وحتى عقل هي مزيانة وعندما تتعقل بها مزيانة يجب أن تتعقل على جانب شخصي ونفسي هو الأهم قبل أن تركز على الجوانب المعرفية التي تأتيتها مهمة صراحة وإن أنتم معرفوا في أي شفاوي فهم يجب أن تتعقل على الجانب الشخصي للإنسان كيفاش كشخص وقف حداهم لجنة ما تدخل عليك تشوفك كشخص وقف حداها تشكون وشنو قادر تعمل في هذه المهنة هذه شنو مدفعت سواء دفعت الشرطة سواء دفعت التعليم سواء دفعت المساعد في الأيدة مدفعت بالجانب الشخصي كل أفضل كبير منهار الشفاوي هذا ما كان أول حاجة تركز على الخطوة هي الهلدان بيالكم أدرا معروفة أي مباراة الشفاوي وأي مقابلة ديال أي خدمة في الهلدان بيالك العبدور كبير المظاهر في هذا الوقت هذا كتل عبدور كبير وأصلا في أي متحان الشفاوي فعلى النقطة كينا خاصة غير بالهلدان فبالتالي حاولوا أنكم تشوفوا شي لباس ليكون مناسب لهذا المينة نجو ما غاديد لها يكون موحد ينقي إنسان يمشي ينقي مشي محترم وحد ديك المباراة هذه حاولوا تركزوا على الجانب الهلدان بيالكم هذه من جهة من جهة آخر الخطوة وهي حاولوا أنكم تخذوا تقافة عامة كينا اللي أقول لك في الشفاوي ما كيتموش نهائيا بالمجال المعرفي كيتمو الشخصي كنتفق معاكم ولا إني باش تبني ديك الجانب الشخصي ديالك خصوك تكون بعدها عارف شي حاجة ما يمكن شي باش كترجع لك باش كتغفر راسك في الشفاوي هو بيكت قاد جاوب إلى سؤال الأول سؤال الثاني وسؤال الثالث ثاني ما جاوبتش إلى شيء أسئلة ماش شي مشكل موان بعدها تكون مجاوبة على بعض الأسئلة نحن كتغفر راسك قدام اللجنة كتغفر راسك بالمعارف ديالك أما مثلا سؤالك مثلا شكون هو زي السحوك تساكت على سبيل المثال نحن مع راسك قد يدخل لك الشك هناك قد قد دخل راسك الشك و قد ترعد وتخاف و همك يشوفوا ذلك الشيء هذا بلين تاردخل في مرحلة شك وبالتالي شخصيتي ديالك ضعيفة همك يقوي السفزوك يروب تزابد الحوايج غير و همك يشوفوا كيف تستطيع التعامل مع مجموعة من الوضعيات خليك ثابت خليك تسايق فراسك و خليك تجاوبش على واحد السؤال ماشي معنى سارك ساقط حاول انك تتكز على حاول كيف تلقى شي مخرج انك مثلا تستطيع تتكلم حاول تسديهم لشي اسئلة مثل المعلم اللي حاول تسديهم لعندك مثل تتجرهم لعندك حال مثلا قالوا لك كيف هم الأدوار ما تساني ديالك فات المجلات الصحة حاول تعطيهم مجموعة مئة الأدوار حاول تزيدهم في المدة الزمنية حاول تعطيهم هدرامل هنا و هدرامل هنا تخليهم يمشون معك في ديك الموضوع تخليهم هم يساولوك اللي بقى هم اللي يسيطروا على المقابلة حاول انت تسيطر عليها و هناك تلعب الدور الشخصي ديالك هناك هناك بكيبان و اخرى كما مراجعش مزيان و ما فهمش بزاق الحوايج تقدر انت تميل كفالي لك غير بجرعا تتجرم يسيطر لك شئ اسئلة تبايدك كنون انكم فهمتوني فات النقطة هذه عندكم انواع هذه الاسئلة مثل يقدروا يسيطروا يسيطروا يقول قدم رأسك هذه معروفة كيف تدخل قدم رأسك يحاولوا تتقديم حاولوا نفسكم يكون بالفرنسية كمزيان كيفش يعني النطق ديالكم و المسائل كاملة بالنسبة للخط اللي ما عارش كيفش يقدم رأسك عندي او تاني عندي او تاني في القناة كيفش يقدم رأسك بالعربية و الفرنسية في اي مقابلة شفاوي دوسية حاولت تدير واحد تقدم بالعربية وتقدم بالفرنسية و غالبا عيسى يسولك بالفرنسية يقدم رأسك اول حاجة يعني قدم رأسك هذا ما كان الخط حاولوا انكم تتخذوا وقت ما يقول قدم رأسك بدعهم بدعهم طيهم دوز لهم تاني و احد جوجد قايا قملا اكتار تقدم رأسك حاول من تمامتك تجرم لعندك ما فهم من تمامتك حاول تجرم عندك انا اختارت هذا المجال هذا حيث مثلا كنشوف راسي فيه اللي اني متمكن لك عندك شي خبرة تدخل و متنم يسولك عليها انا مثلا فهيت لي عندي واحد تجربة مثلا مثلا الاحماع معي كذا على سبيل المثال وصافي اخذتوا احد تجربة و احد مرشي فكذا هم عبقوا يصولوك حدروا ان هذه التجربة تحاول جرم لعندك فهمني هذا ما كان يعني من تقديم وتحاول و تبدأ في الجران سيطر حاول كنتم سيطر هاته المكان الخط مثلا كيقولك شنو الدبلومات اللي عندك حاولي او تاني الدبلومات عندي دبلومات عندي باكالورياخ تفصنتك من بعد دفعت هذا الدومين هضروا له هضروا له مزيان على الدبلومات ديلكم هضروا لماذا خطارت هذا المجال الصحة لماذا خطارت مثلا تكون مساعدة في العلاج او في النقل والاسعاف وهنا يأتي مرحلة الابداعية و ارى مرحلة في بقرة على سبيل المثال ماذا مثلا مهام وتخصص المثال كيف تعتقد على هذه المهنة هذي ماذا كادر مثلا تبطي فصيب عطاها كادر مثلا تحيد لك وش لوحد تسيد للمراد وش ما كتعفش فهو حمسي بحش حاجة بحالك كانت دايما بيين ارى كادر عندك القوة يعني انك يعني انك ماذا كادر على هذه المهنة هذي يعني ما تتعطي فها قادر انك تمنح فيها بزا بلي الحوايج بعد ذلك الوقت يرجع الدور لكم كيفية طريقة للإقناع مثل اسم الوزارة واسم الوزر الصحة رخصكم تكونوا عارفون ممكن أن تذهب إلى دفع المجهة الصحة ولم أعرف شكل الوزر ومعرف شكل الوزارة كيفية المستشفى مثلا يوجد جاناح فين كينة مثلا المقار ما بزاف ديال الحوائج اللي تقدرون شومت ثقافة عامة حوال الصحة أي سؤال متوقع أنهم يسألك هذا ما كان الخطف فحاول تأخذ ثقافة عامة في المجال الصحة حاول تضبط غير البعدها هادوك المسائل اللي هو مبساط مثلا وزارة الصحة شو اسم الوزير شنو الأدوار ديال المتعيج في العلاج النقل الإسلاف الخطف بالنسبة كي يقول واشت بالفرنسية ولا بالعربية طلب بزهرك وأغلبية في الفرنسية كده بعد يقول كده بالفرنسية كي يكون الشافة هو ديال المساعد في العلاج النقل والإسلاف ثم رأيك شوفت كتابة روصة فرنسية وكيف احضروا معكم بالعربية في الشافة قليل ثم أصولكم فرنسية أخذكم جاوبوا فرنسية هذا أول قالب هنا كي يكون اللجنة بتانك تصولك فرنسية وتجاوبها بالعربية هذا يعرف راسك فرنسية أنا لا يمكن مثلا سولتك في العربية جاوبة في العربية بش ما سولتك تجاوبة كون عندها حاضر هذا ما كان الخطف أنا غير فقط بقت نعطيكم وغير فقط إشارات شوية غدا نخلي لكم مجموعة من الفيديوات تسعنوا بيوم تشوفوا تجارب الناس كيف يدوزوا نخلي لكم صندق الوصف وهذا ما كان الخطف بالتوفيق الجامع ترجمة نانسي قنقر